يا بعد الدنيا شكرا شكرا عن نص مليون يا حبايف قلبي يا أساطيري الله يسعدكم كل من ضغط اشتراك الله يسعدكم وكل من ضغط لايك وكل من كتب كومنت حلو زيه يا بعد الدنيا والله شكرا وفا شكرا نوال شكرا شهد شكرا نوف احتفلوا فيني بمناسبة النص مليون يا بعد قلبي والله طب اللي ضيفني سناب شاف الاحتفال الحلو يلا نبدأ سلام أنا رون مكتع جديد وقصة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ تقول صاحبة القصة اسمي نورة وعمري 18 سنة قصتي بدأت لمن كان عمري 12 سنة كنت بالصف السادس كنت البنت الوحيدة وعندي ثلاثة أخوان كانوا كلهم أصغر مني كنت دافورة وأحب المدرسة مرة كنت الحفيدة الأولى لأهل أبويا والبنت الصغيرة فأهل أمي وكنت محبوبة من الطرفين كانت حياتي حلوة ومستقرة إلي ما جاها ذاك اليوم اللي بعدها انقلبت حياتي كلها كنا بعيد الفطر أول يوم كنت أبغى أستعد وأتجهز للعيد لكن وأنا أتجهز اكتملت كنت خايفة ما أعرف لهذه الأمور كنت وما قلت لأحد رتبت نفسي وخرشت عند خالاتي وكنت لابسة فستان أبيض وأنا ما شامس كتني بنت خالة الكبيرة ورجعتني للبيت وعلمت أمي وفرحت أمي حتى خالاتي لكل فرح لكن أبويا لما علمته أمي أنقلب وجهها ما أعرف ليش كان ما يكلم أحد وطول الوقت ساكت كنت أقول لي أبغى أروح عند صحباتي ما يسمح لي رغم أنه قبل كان عادي عنده أني أروح لهم عدت الأيام وفجأة أبويا جا وكلم أمي وقال في ناس جاوب يخطبون نورة جاهزيها وعلميها أمي انصدمت قالت كيف بنتي صغيرة لسه لسه تكمل درستها أبويا قال لها البنت عندنا إذا اكتملت تتزوج ما تجلس في بيت أهلها والدراسة ما يحتاج خلاص يكفي اللي درستها زوجها هو المسؤول يصرف عليها انصدمت من كلام أبويا وجلست أبكي ما زعلت أن أبي زوجني أصلا ما كنت فاهمة شيء لكن زعلت على دراستي طفلة لسه كل اللي أفكر فيه مدرستي وصحباتي وليش أتركهم راولت أمي أنها تغير رأي أبويا وهو صامل يبغي يزوجني الحد ما استسلمت أمي للأمر الواقع هالاتي صاروا يواسوني وأمي تنصحني وتقول يمكن خيرة لك وأبوك أدرب مصلحتك وصحباتي قالوا فيه كثير نعرفهم كذا فمستحيل أبوك يغير رأيه ارضي بقضاء الله وقدره واستخيري استخرت وكنت أبدا ماني مرتاحة قلت لأبوي أني أنا ماني موافقة قال أبوي احنا ما عندنا بناتي عارضون توافقين وغصبا عنك ما بيدي شيء وافقت غصبا عني جاوا الناس خطبوني وجاوا وقت النظرة الشرعية وافقوا علينا وملكت في أسبوعين متخيلين كان اسمه محمد وعمرك كبير يمكن بالثلاثين وأنا لسه 12 سنة بس أعطاني مهر 90 ألف وأعطى أبوي عشرة آلاف هدية لكن أنا مصدومة ليش يعطي هذا المبلغ الكبير ومو الحالي اللي أنصدمت كل العيل أنصدمه طبعا أبوي كذا صار طائر من الفرحة أكثر مني ملكنا وخلصنا وجان ليل أمي قالت لي روحي عند زوجك واجلسي معاه وتعرفي عليه رحت وجلست جنبه كنا لحالنا قال انتي مستعدة؟ لا سلام ولا كلام كذا صدمني في السؤال قلت مستعدة لإيش؟ قالت سمي نفسك شريفة وما تعرفين شي وأنا والله ما أعرف شي ما أعرف شي عن الزواج أمي ما قالت لي شي وإيش اللي مفروض يصير وإيش لي لا صاري قرب مني وأنا خفت وصرت أصرخ شوي لما سكني وضربني ضرب الله لا يوريكم لدرجة أنه أغمى عليها بتقولون فين أهلك؟ أهلي راحوا عند أهل أمي بحكم أن بيتنا صغير فكانوا بيعطوني مساحتي مع محمد يعني نتعرف على بعض من غير أي إحراج رجعوا لقوني على الأرض وكلي كدمات من الضرب أمي جلست تبكي وتصارخ وتقول إيش بك يا بنتي؟ إيش اللي صار؟ راحة أمي تنادي أبويا قالت شوف إيش سوف بنتي قال أبويا أنت ليش ما علمتي بنتك؟ أنت السبب؟ هذا الموقف درس لك عشان تعلمي بنتي كزين حقوق زوجها عليها قال لهم بليسك من بعدها جاني اكتئاب حاد نحفت مرة وأنعزلت شخصيتي أنعدمت فرحتي وضحكتي طول الوقت أبكي الحالي بالغرفة تدمرت تماما هو طبعا لا يتصل ولا يعتذر ولا حتى يبرر عن اللي سواه بعدها بشهر جاء أبويا قال يلا اجهزي زوجك جاي ياخذك عشان تروح تشتري أثاث بيتكم جهست نفسي وجاء أخذني طول الوقت كنا ساكتين مرينا المحلات وصار يوريني الأثاث وأنا أختار أي شي لأني ما أفهم أصلا أي حاجة بهذه الأمور مريت من عند الثلاجات وتفرج عليها وكان فيه شاب بالعشرينات جالس يتغزل قال له محمد جاي عند طيران ونزل فيه ضرب وأنا هنا جلست أبكي تجمعوا الناس بينهم عشان يفارعوا وقام محمد مسكني من شعري وقاعد يسحبني قدام الناس كلها ويسب ويقذف فيني وإني أنا اللي تغزلت بالولد وأنا متزوجة أخذني على بيته وصار يضربني بالعقال إلين جسمي كله صار دم من الضرب طلعني من بيته وأخذني وحطني بنص الشارع وراحوا خلاني وأنا قاعدة أبكي مرة كنت خايفة لا تنسوا تشتركن في قناتي على اليوتيبرون وحسابي في التكتوكرون أندرسكور تسعين تسعين نكمل شافني شرطي من بعيد جا وقرب عندي قال يا أختي تبغين شيء؟ قتله تكفى ساعدني محمد بيتبحني قال مين محمد؟ هدي نفسك وتعالي معايا أخذني على جنبه هداني وسألني إش اللي صار؟ قلت له كل شيء قال تقدرين تاخذيني عند أهلك؟ لا أبوي بيضربني قال طيب فأنت أبغين أوديك؟ قلت بيت جدي أبو أمي طيب يلا قومي ومحمد ما عدا بيأخذك لا تخافين رحنا وأستقبلني خالي من الشرطي وأنهار لما نشافني كذا ضمني وجلس يبكي من القهر الشرطي فهم خالي اللي صار وقال البنت ما تخلونها تطلع من بيتكم لا تقابل لا أبوها ولا زوجها مفهوم راح الشرطي بعدها خالي الثاني أتصل علينا من المحكمة وقال تعالوا المحكمة الآن تسعة الصباح أنا وخالي رحنا المحكمة وأبوي ومحمد كانوا موجودين تخيلوا أن طلع محمد عمره 64 سنة وأنا عمري 12 وقال إنه هو تزوجني عشان يجيب طفل وبعدين يطلقني وياخذ الطفل وبعد الطلاق بيد أبوي بيته سيارة يعني بالعربي أبوي باعني له طلقنا ورجحت له كل شي حتى الهدايا والمحكمة وقعوا أبوي على تعهد إنه ما يغصبني على الزواج وأبوي وقع رجحت البيت ورجحت أكمل دراستي بمساعدة الشرطي أبوي صار يكرعني ما يطيقني دايما يرمي عليا كلام ويشرحني ويدعي عليا بالموت ويتحسى في النجابني وبالمدرسة حتى المعلمات والبنات يرمون عليا كلام بسبب بنات خالاتي معايا في المدرسة ونشروا عني كلام كرهت العيلة والمدرسة كرهت الحياة كلها أنفصلت من المدرسة بععدت عن كل شي صار وجودي وعدمي واحد جاتني جلطة في القلب قوية مرة دخلت بغيبوبة 44 يوم ما عرف كيف صحيت منها أساسا كانوا متوقعين أني بموت لما صحيت من الغيبوبة صحيت إنسانة ثانية مختلفة تماما شخصية غريبة وعصبية ومتمردة وتسوي أي شي غلط أي شي غلط تسويه خالي أخذني بالقوة لدكتور نفسي كنت أخذ جلسات معاه قال الدكتور أنه لازم أرجع صداقاتي وعلاقاتي في الناس وأرجع ثقتي في نفسي اللي اتدمرت تمرد هذا ما هو إلا قناع الحجم الضعف والخوف اللي بداخلي أمي جابت لي جوال جديد وفتحت فيه مواقع كثيرة وتعرفت على شلة بنات بالصدفة طلعوا مجموعة منهم ساكنين في نفس مدينتي وفي حي قريب مرة مني صرنا نتجمع سوا ونتلاقع وصرت أتعاطى الممنوعات معاهم وأدمنتها مرة من المرات نزلت صورتي بالغلط في سناب وفي واحد شافها وقال صورتك مرة حلوة انصدمت هذا فن شافني بسم الله رحمة الرحيم سألت فن شفتها قل شوف ستاري أنت اللي منزلتها وقلت له كل شي صار في حياتي وصار ينصحني أصلي وأقرب من ربي وأبعد عن الشلة هذه والممنوعات اللي طحت فيها كان طيب بمعنى الكلمة رجعت ضحك الوجهي ورجعت روحي معاه عمره عشرين سنة واسمه رواد جاه وتقدم الأهلي أبوي طلب منه أن يدفع تسعين ألف مهر وأهله رفضوا أكيد رجعت قدم مرة ثانية بعد ما وافقوا أهله على المهر قام أبوي طلب منهم مؤخر خمسين ألف رفضوا وقالوله بنتك مطلقة وإحنا قبلنا بالمهار يكفي رجعت قدم ثالث ورابع مرة وأنا قلت لأبوي أني أنا أبغى تزوجه وأني أنا أبغاه قام قللي أبوي دام تبغى تتزوجين ومستعدة خلاص أنا أزوجك فرحت حسبه بيوافق إلا بعد كم يوم يجي ويقول لي بزوجك الواحد أجنبي يعيش بأمريكا بعد الزواج تسافرين معاه وي سألت طيب رواد قال مين قللك أني بوافق عليه قلت أنا أبغاه قال مين قللك أني رايك مهم يلعنب ليسك هاي اللي بتتزوج اشتبغنت يقر نكمل قال أنت بالمرة الأولى قلت صغيرة وما أنت مستعدة وإحنا أنت تقولين أنك مستعدة فخلاص بتتزوجين لي أنا أختار لك إياه أنا هنا قلت خلاص لازم أتصرف دقيت على رواد قال ها أبوك قال شي قلت اسمع تعالي الحين خذني أنا بأهرب معك هو أنصد دم قال لش صار قلت ولا شي تعال خذني قال ما تأكده قلت إي ويلا بسرعة جاو أخذني عند أهله وأمه استقبلتني بلطف وقالت لا تخافين دامك جيت الهين رح نزوجك ولدنا ونضغط على أبوك أنه يوافق وبعد تهديد أني ما رح أرجع وبهرب معاه وافق أبوي أنه يحضر ونملك أنا ورواد أمي وأبوي لما كانوا في الطريق رايحين للمحكمة مع التكسي كان اسمها عمار كانت أمي تبكي فسألهم عمار ليش تبكين قالوا لأن بنتنا مخطوفة وأننا الآن بروح نزوجها للي خطفها غصب عننا طيب أنا أساعدكم تشتكون للشرطة ليش تزوجونها وفعلا راحوا للقسم وأشتقوا على رواد وأهله ولما رحنا للقسم قلت لهم أني أنا هربت معاه برضاي قال الضابط داما برضايك خلاص بنزوجك يا غصبا عن أهلك قام هنا أبوي قال والله لو تزوجتي لأطلق أمك هنا رواد فجأة قال خلاص أنا هونت ما أبغى أتزوجها قال للضابط إذا انسحبت كذا تحترف أنك خاطفها ورح تنسجن قال عادي وفعلا أخذوا للسجن وأنا قلبي بينحرق عليه ليش هون معقول عشان أمي رجعت مع أهلي وكان عمار سايق التاكسي أبوي ومري يحبه ويبغى يتزوجني لين طلب بالصريح وقال العمار خذها أنت قال له موافق بس أكلمها قبل مكالمة وحدة وبعدين أديك الجواب كلمني قال إش قصتي كوني صريحة معايا قلت له قصتي بالكامل وقلت له أنا موافقة أتزوجك بس على الورق عشان أخرج من عندي أهلي ما أبغى أعيش معاهم بعد نقاش وافق عمار وتزوجنا وعشت معا سنتين أخوان ويوم عن يوم اكتشفت أنه مرح نين وطيب فقررنا أنه ننتقل من أخوان نعيش كزوجين طبيعي واليوم عندي بنت منه الحمد لله لكن ماني قادر أسامح أبويا علي سواه فيني رغم أنه أحتذر مني لكن ماني قادر أسامحه انتهت القصة الرأي الشخصي وهذا لوحد الدعاء على أبوك ولا أش أسوي بالضبط غريبة أنا ماني عارفة أنت من أي دولة عربية صراحة ترى القصة جماعة صارت قريب البنت عمرها 18 سنة يعني قريب القصة صارت وهي عمرها 12 ما شل الاستغلال هذا مستحير يكون أب رفع ضغطي ربي رفع ضغطي ذا رواد المسكين مستقبلة دحذر وعمار مادري يعني أسبو ولا مدحو طلع طيب وكيوت وكذا لأكنا مستقبل رواد راح فيها والله ما عدا عرفنا أدعي على مين وخلي مين وبس هناك وصلنا نهاية فيديو اليوم إذا عجبكم المقطع لا تنسى تضغطونا على زر اللايك تشترككم في القناة موقع التواصل حقي تحت في الديسكريبشن كان معكم رون سلام